أكد وزير التجارة والصناعة تطلع مصر إلى دفع العلاقات مع دولة تركيا لتعاون في مختلف المجالات محل الاهتمام المشترك جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في فعاليات اجتماع المائدة المستديرة باتحاد الغرف والبرصات التركية حيث أكد الوزير أن الفترة الحالية تشهد زيادة في حجم التبادر التجاري السلعي بين الجانبين والذي تخطى حاجز 7 مليارات دولار للمرة الأولى خلال عام 2022 بالرغم من التحديات الاقتصادية التي شهدها العالم منوها إلى أن عدد الشركات التركية المستثمرة في مصر يتجاوز 790 شركة من جانبها أكد رئيس التحاد الغرف والبرصات التركية حرص الاتحاد على تعاون مع مصر مشيرا إلى أن مصر تعد الشركة التجارية الأكبر لتركيا في قارة أفريقيا ولافتا إلى أن قدرة البلدين على مضاعفة حجم التجارة البينية متواجدة وفي وقت قريب ترجمة نانسي قنقر